اشتركوا في القناة المغلقة من 13 مارس 2020 وهذا خلق بزاف دي المغاربة العالم كي اتطرو بالمسألة والخطر الاكبر اللي كان يعني صراحة هو الجنوب الاسباني جنوب دي الاسبانية يعني الموانئ الاسبانية عانت كثيرا هاد المسألة الاقتصاد دي الاندلس عانت كثيرا هاد المسألة ايضا يانه تدفق دي 3 او 4 مليون مغربي اتخينوا معي الرواز الاقتصادي اللي كيكون في منطقة الاندلس وكذلك بالنسبة للرحالات يعني في الموانئ الاسبانية عفاكم قبل ما نكمل الفيديو كنتلب منكم اللي ما مشتركش معنا في القناة يشترك في القناة ويفعل جرس واللي مشترك معنا في القناة ما ينسوش يدعمونا بلايك وبرتاج وشكرا لكم جميعا اذا قلنا انو كانت هذه المسألة دي الغلق الحدود فهي كانت فيها مدرة كبيرة جدا بالنسبة لمنطقة الاندلس ولكن عنه من ناحة المغاربة العالم لانه سنعرفوا انه التكلفات دي الطائرة فهي شيئا ما مكلفة خاصة بالنسبة للعائلات اللي كتوفر على جوج 3 او 4 او ما يزيد عن الاطفال كان اكتداد في الموانئ الفرنسية وبالتالي بزاف دي المغاربة العالم فضلوا اقضيوا العطلة الصيفية ديالهم خارج المغاربة يعني ماشي مع الاهل والاحباب ديالهم على شكرة مغلقة الحدود حتى الابتداء من 13 مارس 2020 سبب رسميا جائحة كورو لكن المشكلة اعمق بكثير من الجائحة هناك ملفات خلافية بين اسبانيا والمغرب بصورة خاصة فيما يتعلق بالصحراء المغربية لانه ما يخفش عليكم استفزازات ديال الجارة الشمالية ره زادت بواحدة حدة كبيرة خاصة في عهد للرئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز اليوم الحمد لله يعني الدغوط المغربية على اسبانيا اعطاعت الأكل ديالهم وبالتالي اسبانيا صرحت يعني هذه يومين صراحة أن المبادرة المغربية الحكم الداتي في الصحراء المغربية تعتبرها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف هذا هو إذن اللي كان خلاف الكبير بين اسبانيا والمغربية وبالتالي اليوم مع دعم اسبانيا المبادرة المغربية لحكم الداتي في الأقالم الصحراوية المغربية أبقى حتى شيئائق أمام فتح الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا وهذا يعني خبر لغادي صر مغاربة العالم بشدة وهي سجعهم يزوروا المغرب أكتر فأكتر يعني الإعلان عن فتح الحدود البحرية صدقوني ما هي إلا مسألة وقت يعني قبل من هذي اليومين صراحة أنا أقول معكم مصاريح يعني لسألتوني هذه واحد الأسبوع أو أسبوعين أنفتح الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا أنا أقول لكم أنا من أشد المتشائمين علاش لأنهم بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني استفزازات دياله ضد المغرب خاصة في القضية دياله وحدة تورابية ما عديش تسمح يكون تقارب مغربي إسباني وبالتالي فتح الحدود البحرية بين البلدين إذن مع هذا يعني التطور المفاجئ من إسباريا أنا مفاجئ صراحة التطور مفاجئ في الموقف الإسباني اليوم ما بقى تشيء عائق أمام فتح الحدود البحرية تابعوا الفيديو اللي ستفتح رسميا لن تحدد لكم حاليا حاليا هناك بعض السلطات في إسبانيا إسبانيا بدأت تحدد على فتح بداية المعابر دي السبتومنية هناك حديث عن فتح المعابر مشي مسألة رسمية هناك حديث حاليا بأنه ستفتح قريبا ولكن بصورة عامة كنوا متقلين بأنه الحدود المغربية الحدود البحرية المغربية الإسبانية ستفتح إن شاء الله عما قريب ستفتح إن شاء الله تابعوا معي القناة ونزودكم بالخبر الصار في قادم الأيام لأنه كيف سرحت لكم دي بارا ما بقى تاشي عائق أمام فتح هاد الحدود البحرية بين اسبانيا والمغرب وبالتالي فهذا فيه ربح للجميع بالنسبة المغاربة العالم يمكنهم باش يزوروا الأهل الأقارب ديالهم يعني أكتر فأكتر لأنه كلي ما شاف الأهد يلهم من 2020 لأنه صراحة صراحة يعني الموانئ الفرنسية كانت مشي كافية باش تمتص هادك الاكتداد ديال الجالية المغربية هادا بالإضافة لتكلفة الغالية ديالها الله يحصل لعونرها الجالية المغربية ماشي كلها ماشي كل واحد عنده الإمكانية أنه يمشي بدك الأتمينة خاصة خاصة الأسار اللي عندهم ثلاثة أربعة خمسة ديال الأطفال هاده مش ألة صعبة جدا وحددت ولا حراج فيما يخص الطائرات نفس المشكل تخطني خمس تداكر ديال الطائرة أو ستة إضافة نكتكري سيارة في المغرب فهدي كلها مصارف كبيرة جدا يعني بزاف بزاف على المغترب المغربي خاصة المغترب العادي لهم يشكلون أغلبيا نكونوا واقعين وملك يشكلون أغلبيا وبالتالي ففتح الحدود البحرية سيرجع الأمور كما كانت قبل جائحة كورونا وهذا خبر صار جدا جدا سيتعلن عليه في قادم الأيام سيكون الإعلان الرسمي كما قلت لكم لم يكن إعلان رسمي ولكن في قادم الأيام سيكون إعلان رسمي على هذا المسألة المسألة أخر سنري نشير لها هذه المعاناة التي عانا منها الأندلس والمواني الإسبانية فأنا شبه متيقين أن حتى المعاملة التي كانت قبل الجالية المغربية التي تدوز من إسبانيا سيتبدل رأسا على عقب لأنهم أعلاف أنهم محتاجين لك 3-4 مليون من المهاجرين المغربية لكي ينعشون الرواج الاقتصادي في المنطقة لكي الموانئ الإسبانية تتخدم وتشتغل البواخر الإسبانية تتخدم وتشتغل وبالتالي ستغير المنظرة التي كانت لديها من قبل المثال طيب بي إذا أردت تعرف الخاصية من أعضاء جسم الإنسان تزوله لكي تتعرف لكي يصلح هذا هو لقاح يعني مع هذه الجائحة بين قوسين سبب الجائحة وإنما ماشي الجائحة هذا السبب الذي خل الحدود تبقى مغلقة من 13 مارس 2020 لي ومن هذا ومعه الآن سأعرف بالحق المهاجرين المغاربين الذين يجبون المطاقة وذلك الرواز الاقتصاد الذي يجبون في المنطقة وموانئ التي تزدهر ملاحة البحرية ويزدهر الاقتصاد المنطقة الأندلس يعني يعرفوا بحق المغاربة وبالتالي حتديك المعاملة التي كانت ستبدل هنا امتقن بأنهم ستدر إعادة النظر حتديك المهاجرين المغاربة التي كانت يدوزون من منطقة الأندلس يعني في الإطار العودة الهم إلى المغرب